قدم أكثر من 200 ألف ألف عاطل عن العمل طلبات التوظيف من خلال نافذة الإلكترونية بعد يوم على الإعلان عنها وكانت الحكومة بالتعاون مع مجلس الخدمة الاتحادي قد أعلنت إطلاق منصة توظيف ضمن برنامج الرامي لتقليل البطالة وتوفير فرص عمل في القطاعين العام والخاصة تعد المنصة نافذة أمام الباحثين عن العمل من الخريجين ومما لهم مهارات وقدرات مهنية